زائفة كبيرة وأهلا وسهلا بالفنان هشام عباس أهلا وسهلا فيك بالبداية برحب فيك بلبنان وبرحب فيك بحلقة الليلة من برنامج إيقاع شو بيقلك الإيقاع الإيقاع من غيره ما نقدرش نعيش إيقاع الحياة وإيقاع الشارع وإيقاع الناس وإيقاع الأغاني اللي إحنا بنغنيها على طول إيقاع ده في حياتنا في كل حياتنا وإيقاع القلب مش أهم شيء طبعا أهم شيء مصبوط عم بيدق كتير أكيد هالأيام قلبك محبة لجمهورك بالبداية وين ما كان ومحبة لزوجتك ومحبة لأولادك علي ويسمينا كيفيني الحمد لله شو أخبارهم زالفوا الكويسين قوي كبروا خلاص وبيغنوا وبيغنوا طبعا في حدا صوتوا حلو منهم علي وياسمينا الاثنين نينيتون حلو كتير بيعملوا جيو بكرة آه بيغنوا خلاص بلحلهم أغاني صغيرة في الستوديو في البيت عندي وبيغنوا والله آه وبينتقدوا البابا شو بيختاروا والله معي ساعة يقعد معي علي وأنا بغني الأغنية ويقول لي آه حلوة الأغنية دي والإحساس يا بابي حلو كتير بينين لأنه بيهجوا أصلا آه طبعا يعني أنت ما عندك مانع أنه علي وياسمينا آه يطلعوا فننين ما عندك مانع لا ما عندش مانع هقف جنبهم وحوريهم أنه الفن ممكن يكون حاجة جميلة يستمتعوا بها في حياتهم حلو لأن إجمالا الفننين ما بيقبلوا أنه أولادهم يمشوا على هالمسيرة بيقولوا آه كتير صعبة وبدوا يسهر الليالي وبدوا يديا والله في الدنيا اللي إحنا عايشين فيها كل حاجة صعبة ومش بس الفن يعني الحياة دايما صعبة بس المهم الواحد يخذها بالشكل الصحيح أكيد آه طيب شو أخبار مصر مصر جميلة بتمطر النهاردة في اسكندرية و آه وبتمطر وينما كان الهيئة طيب شو أخبار الفن شو أخبار الأغاني الفيديو كليبيت والله الأغاني تقريبا خلصت الألبوم وعملت ألبوم جديد في 12 أغنية وبتعامل فيه آآ أشكال جديدة إن شاء الله من الأغاني من المزيكة وآآ أشكال جديدة شو يعني يعني شو جديد على شام يعني فيه مثلا أغاني شوية شعبي وفيه أغاني شوية مدن آآ زيادة يعني غربي شوية أكتر آآ الجو ليش؟ بغير بحاول إن الواحد يلاقي سكة جديدة يعني يعني يغني فيها ويعني يلاقي طريق جديدة بحيث أنه يعني يكون دايما متغير نعم آآ كمان فيه أسامي جديدة بتعامل معها في الألبوم آآ لسه طلع جديد آآ شباب موزعين موسيقيين وملحنين ومؤلفين صغيرين 18 و 19 و 20 سنة هلو تفتح له فرصة آآ يكون فيه دايما وجهة نظر الشباب طلع في الأغاني نعم طيب فيه سؤال شخصي مع ليه بدأ؟ أحب أسألك إيه؟ آآ هايدي المعلقة برقبتك شو؟ آآ بترمز لشي؟ أرني فلفل شطأ أرني لفلفل نحة مي تفتح لفتح ليه؟ لا حلو كثير أول مرة الباسة معاكم في برنامج حلو هيدا في الخير لألنا في الخير إن شاء الله دايما في ناس كثير بتآمن بهيك إشياء يعني هابيش عم بحكي عن هاي هلا خصوصا في ناس بتآمن أنه بتحمل معها غرض مثلا وتخلي معها وين ما بتروح بتسافير أو بكون عم بتقوم بعمل جديد أنه هاي بتشلو بالحظ جالي بالحظ عندك شي جالي بحظ لا أنا تاخدوا معك وين ما بتروح لا مش ما عنديش لا ما عنديش حاجة معينة بمسكها معايا لأنه أنا ممكن أضيع أي حاجة بسهولة جدا وانساها في أي مكان فلو عندي حاجة كده وضيعتها هفضل بقى طول الوقت قلقان وزعلان أنا مفاتيحي بتضيع ثلاث أربع مرات في اليوم ما حفظتي بتضيع كتير جدا يعني شو عبتحكي ها والله يعني دايما أنت ما بتهتم بأغراضك ولا ما بتنسى أو لا مش بالعكس أنا باهتم جدا أنا أنا نسان يعني منظم جدا في حياتي بس أنا بنسى كتير أو لأنه ببقى ساعات تاية في حياة يعني في حياة كده في مزيكة في حلو حلو ما بتهمك المادييات ما بتهمك المادييات يعني حالس 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 طيب أول ما عدنا بنا نعمل المؤابلة زكر لي هشام أنه الديكور والستيديو هايل طيب ايقاع هايل هايل بقى مصبوط هو هايل بس أنا بشكرك بقاد الألوان تقنل حسيت حالك مرتين والسات حلو أيوه بالألوان أنا بشكرك كتير والناس كمان لوزاس جدا والشباب هايلين وكلو تماما والمشتركين هايلين والمشتركين زي الأمر كلهم حلوين أنا بشكرك كتير على وجودك معنا وأنه جيت من مصر لعنا أهلا وسهلا فيك بإيقاع دايما وبي لبنان كمان دايما أنا بحب لبنان ودايما بحب أجي لبنان ودايما ببقى يعني جاهز إنه لبناني هشام أوكي لبنان على طول بحب لبنان الله يخليك ونحنا كمان بيدورنا بنحبك كتير بشكرك رح ضال معنا كل السهرة وأهلا وسهلا فيك دايما هشام عباس